مين مستشارك أو مين تلجأي له عشان يساعدك في اختيار أدوارك أو يقولك الدور ده حلو الدور ده مش حلو راحت والدتي رحمة الله عليها بصراحة هي وهي سبحانك يا رب سبحانك يا رب تلت تربع أعمالي حقيقي اللي لقت نجاح أو استحسان من المشاهد حقيقي والدتي هي اللي كانت بتقراه هيك الشخصية جميلة حقيقي أوي حبيبتي أوي 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 بجد أوي أوي بس واضح إن كنت أكتر من أم وبنتها كنت أصدقاء كنا أصدقاء وتحاول الموضوع إن أنا بقى عندي بنت يعني الأب فينا الله أعلم لكن هي كانت أمي ووالدتي في نفس الوقت أو والدتي وتحولت لبنتي بعد كده هل فترة اختفاعك شوي نرمين اللي إنتي ممكن الناس أفتكرت أنا كنتي ارتبطت وهجرت وحاجرت كثير كان إيه سبب الحقيقي؟ مرض موضوع؟ والدتي طبعا اه طبعا والله هي كانت طولها امرأة الست دي يعني سيرفايفور يعني الست عايزة حب الحياة برغم إن الحياة كانت بنسبة لها كانت صعبة وبيقولوا سلف ودين لكن أنا مش شايفة إن فيها عندها أي حاجة لحياة الست دي وحشة في حياتها كل حاجة بالعكس كانت جميلة جدا هي صاحبة مرض من وأنا في سنوية عامة من ساعة ما تعبت وأنا في سنوية عامة بس كانت أورام حميدة ما كانتش ما كانش فيها حاجة وبعد كده جينا في 2005 برضو جالها أنا فاكرة كنت بصور مسلسل على ما أعتقد للسروة حسابات أخرى أستاذ ميل عبد الحافظ حاول يخلص لي مشاهدي بدري وسفرت بيها كان برضو ورمتاني حميد لغاية بقى في 2010 جالها كنسر اتغيرت حياتي كلها تماما تماما يعني حياتي كلها اتغيرت وأنا عشان بنت وحيدة طبعا حتى وجود أخواتها بس أخواتها برضو ما هم داش صغيرين يعني أكيد كل واحدة فيهم كبرت وكلام من ده ما تقدرش تشيل فكنت أنا اللي شايلة وكنت حفظة لشايلة يعني والدتي لو كانت موجودة كنت حفظة لشايلها ولا فارق معايا ولا فن ولا أي حاجة في الدنيا كلها بالرغم مني ساعات كنت بتعب ساعات ببقى خلاص هموت مش قادرة إلى إن بحط راسي على المخد أنا مسريحة إن أنا يعني قديت كل اللي أقدر أعمله ناحية أمي لأنها تعبت معايا جدا وكانت بتخاف عليها جدا كانت بتيجي معايا التصوير في بداية حياتي كانت على طول معايا كانت بتجيلي المدرسة دي حاجات أنا ما قلتهاش فعلا في البروغرام يمكن اتكلمت عن أمي قبل كده بس ما تكلمتش بالإستكات تجيلي المدرسة أنا صغيرة في فيكتوريا وتجيب لي بقى الأكل وبتاع ممكن تجيب لي أكل مش صندويتشات يا ممكن تجيب لي أكل أكل بيتي يعني أكل بيتي أقول لهم أنت ليه بتحملي كده أنا هتكسب قدام أصحابي بعد كده ألاقي بقى الزملاء نفسهم أو زميلاتي في المدرسة تقول لي يا بختك إحنا بقى بيحصلش كده بقى فرحانة بقى فخورة أو إنها معايا كده فكانت علاقتنا كانت أب و أمي نبي كانت أب و أمي رغم وجود يعني والدي موجود ربنا ديله الصحة لكن هو طول عمره ما هاجر برا مصر ما جايش غير مرات تتعدى على الصوابع فكانت هي الأب وكانت هي الأم وكانت كل حاجة فأي حاجة أنا ممكن أعملها لها بجد ولا حاجة ثانيا فعلا هي بعد ما راحت أنا لغاية دلوقتي أنا مش نرمي ممكن أضحك ممكن أروح أفراح ممكن أطلع أعياد ميلاد ممكن أروح أعزة ممكن أروح كل حاجة على قد مقدر لكن أنا مرجعتش نرمي للأسف إيه الحاجة اللي مرجعتش فيك؟ أهم حاجة هي كانت أهم حاجة دعوتها ابتسمتها كانت صديقتي بجد الصديقة الوفية اللي عمري ما هلاقي يعني أنا عندي أصحاب وعندي ناس كويسة الحقيقة بس ما فيش صداقة حقيقية زي كانت صداقتي بأمي فالعلاقة كانت هنا علاقة جامدة قوي ومش سايبة أثر أنا لغاية والله أنا لغاية دلوقتي تعبانة لغاية دلوقتي لما تحس إنك إنتي محتاجة لها أو مشتقالها جدا بعود أكلمها كلميها تقول لها إيه؟ بعود أكلمها وبعود أعيط وأنا بصلي أعيط وأدعيلها وأنا قاعدة بالليب أتفرج على التلفزيون كده مثلا في مشاهد معينة لأ تلاقيني بعود أكلمها بس ما ببصش بقى ساعتها للتلفزيون ببص للسامة دايما أنا عندي قاعدة الليفينج اللي أنا بقعد فيها على طول في شباك ومنك بقى كده للسامة على طول فبعد أكلمها يعني أنا بقعد أكلم معها كتير قوي قوي ويعني وأنا حاسة إن حياتي فعلا اختلفت والله أعلم إيه اللي هيحصل بعد كده إيه اللي أنا هشوفه وأعتقد إن أنا شفت مشاكل بعد ما هي راحت بتطلع لي من الهوى فهل فعلا عشان دعواتها هل الله أعلم بس أنا حياتي ما رجعتش زي العمل خالص وسيتك بإيه بلوقتنا لأ يا طول عمراء وسيتها واحدة خلي بالك على نفسك تخليش حد يضحك عليكي متسمعيش كلام أي حد خدي احتياطاتك لأنها طبعا خايف علي فكانت دايما عندها الحتة دي والحتة دي بالتأكيد أثرت فيا كتير وخليتني دايما حتى احتياط بس الساعات ممكن ما يكونش في محله لكن خلاص بقت حاجة للأسف في شخصيتي وأنا بحاول أغيرها واحدة واحدة شكرا